اهلا بكم رجعنا لكم مرة تانية الجواز علاقة إنسانية من أسمى العلاقات وللمفروض أنها تستمر العمر كله علاقة أسسها التفاهم الاندماج الحب التقبل طيب هل العلاقة دي محتاجة قواعد نمشي عليها علشان تنجح ولا الموضوع بيجي لوحده كده لما بيكون فيه كميا بين الطرفين وهل فيه كلام معين ينفع يتقال بين الزوجين ولا فيه كلام ما ينفعش يتقال ده اللي هنعرفه النهاردة من دفتنا دكتورة غادة حشمت خبيرة العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتعديل السلوك عضو الجمعية الأمريكية لمشاكل الأسرة أهلا وسهلا يا دكتورة أهلا بي زي حضرتك ومجال يعني إحنا يمكن ما نعرفوش كتير في مصر اللي هو الفاميلي سايكو ثيرابي اللي هو علاج مشاكل الأسرة عمتا نفسية يعني الموضوع هو شايق لكن صعب برضو الناس فاكرة أنها حاجة صعبة لكن دي حاجة بتدرسولها كتير علشان تقدروا توصلوا لمفاتيح المشكلة وتحلوها كور بتاع المشكلة طب حضرت الجليل اللي أنا قلته بكلام ده حقيقي يعني فيه كلام ما ينفعش يتقال كتير منا بنيجي بعد بالجواز بنحس أن احنا تجوزنا وشخص اللي قدامنا ده خلاص بقبتنا فنبدأ أن أعلى طبيعتنا نزيد عن لزوم طبيعتنا بالزيادة دي أنا إحساسي كان كده أن الموضوع بين الجوزين مفهودي بقى أبسط من كده ما نعطش نفكر نقول إيه وما نقولش إيه لا ده نفكر خلينا نفكر ده أنا عايزة نشوف هنقول إيه وما نقولش إيه عارفة اللي هو إيه نقول إتيكت العلاقة بين الرجل وموراد إذا يقولوا إيه وما نقولش إيه في التعامل ده مهم جدا ده زي حاجة ضيني أمثلة يعني أي الحاجات اللي ماينفعش نقولها أو الحاجات اللي مفروض نقولها يعني هل فيه برضو حاجات لازم نقولها نقولها بس الأول أنا عايزة نقول اللي مش المفروض نقول طريقة التعامل بين الزوجين لازم يكون فيها الإحترام كلمة الإحترام دي أنا هقول زي إيه لايين بين الزوجين هما بيجيء تتكلموا بيتناقشوا في أي مناقشة. أقول لك المناقشات بأن كلها فشلت. إحنا من عمشان أتفهم مع بعض. لأ أنتم ممكن تكونوا عقلوك قريب جدا من بعض. وفي تقارب ثقافي وفكري واجتماعي. يعني نقول أسس الجواز. بتقولوا نفس الفكرة بس مش عارفين توصلوها البعض. بس أنتم مش عارفين تتكلموا مع بعض صح. أو تديروا العلاقة صح بأسلوب الكلام ما بينكم. بمعنى إيه؟ تلاقي ما ينفعش في الجواز ما بيننا نتكلم بطريقة بنقد. ما ينفعش نتكلم بطريقة فيها استهزاء أو صفية. آه دي صح. بس هل أنا مثلا كشريكة حياة حد ما ينفعش أنتقدوا في حاجات معينة. عشان أحسنوا عشان أعايزة أحسن مثلا في حاجة معينة. طريقة النقد يعني مهمة أفهم. طريقة النقد. آه. يعني ما يبقاش أنا متحفز كده أن إحنا بديهم مناقشة. وعايزين نتكلم في مشكلة. وأبدأ كلامي معاه بطريقة سلبية اللي هو أبدأ بشحنة ناقد في الأول. فالقدامي يبقى متحفز جدا أنه هو كمان يستهدلي أنه هو يبدأ ينقض فيه. ألا بتبقى إيه؟ يعني حلقة مسارعة من اللي يكسب ومن اللي يخسر ما بقاش. وموت بقى تغير خالص. نموت بقى تغير خالص. أحنا مش عايزين ده خالص. ما ينفعش أتكلم مع جوزي بطريقة التعلاق أو هو يكلمه بطريقة التعلاق. خلاص يبقى يتمروطك. أنا في الأخير جوزي أنا الكلام ده يريد أن نستغلع عنه شوية. ما ينفعش أتكلم بالمن. ما فيش راجل يمين على مراته أو ستة مين على جوزي. كلام ده كله أنا فأتكلم في أول نقطة اللي هو الاحترام. 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 يبقى الاحترام هو أن احنا هنتكلم من غير نقد. أن احنا ما فيش من. ما فيش استعلاق. ما فيش سخرية. ما فيش بقى النقمة كبيرة اللي الناس بتستاذق بيها. ما فيش حاجة تحت أي ظروف اسمها أغلط في مراته. غير مسموح. أو في جوزي برد. تطاول لحين ده ممنوع منع بطة بيسيب أصل. العلاقة بها ما كان بيحبه بقى. حتى لو تصالحه يعني. حتى لو تصالحه. وبتفضل موجودة من جوة. ودائما يعني مستنية الوش ده يجي. أنتوا ببوضوا العلاقة مع بينك. ساعات بدي بقى بدي حلو قوي. ويبدأ بقى هو ده اللي بقولها عشوائية. نوة أنا جاي في دماغي أن أنا أغلط بالكلمة دي. فبقا قولها. فبعملش كنترول على الثاني. أنا شايفة أن كده عدم نطجي. أنتوا شايفين نفسكو لسه عيال. متتخشوش في جواز. أنه أنتوا هو ده اللي قدي بلوقتي نتبه التلاق الكبيرة قوي. أنه إحنا عدم درايف طريقة التعامل بين الزوجينيز دي. فهي دي مهمة قوي. مفيش حاجة ما ببارد أصليكو التعاطى بيه. فشتمتك. أنا قلت الكلمة دي وأنا متنرفز. لأ أنا معلش إحنا أفعلنا إحنا. والست كمان برضو بتعمل كده. والست. والست. بس الراجل. يعني. كلنا بنحس بالحاجات. فإحنا بنقول مرهاش حاجة اسمها عذر. أعمل. شوف أنت زي. بسمحنا بنعمل كده مع ولادنا برضو منتنرفز عليه. ولا معاملتنا. أنا ضد كل ده. طريق الكلام اللي يطلع. نبقى متأكدين أن الكلام ده ينفع وما ينفع شيئا. بسطل. إيه كمان؟ دي بقى أنا شوفيها كل اللي أنا قلته ده تحت أول حاجة اللي هي الاحترام. آه. نمها اتنين. مش كل بين كل إخناق وإخناق طلقني. أو أنا هتطلقك. أو تعالي نوح نتطلق. أو كلمي ماما وابا نتطلق ده النهاردة. مش الكلام ده بيحصل فيه ناس بتجيدي بتقولي. إحنا ما بعدش أسبوع. هجل لما نقولي الكلمة دي مثلا تلاتة أربع مرة. لأ وفيه رجالة بتحلف عليها لطلقك كذا 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 لو ما عملتيش كذا. وفيه ستة أبسط كلمة عندها نتطلق. آه. فيه برضو حتة. البيت ده بيتي أنا. من فيه بيقولي؟ البيت ده مش بيتك. أي حد بيأمر رجل أو سواء هي أو هو اللي عنده البيت. ما ينفعش أقول الكلمة دي. ما ينفعش أقول بيتي أو بيتك. الإحساس بعدها بالأمان للطرف التاني. إحنا كذا بنهد العلاقة ودي أساس العلاقة. نحن نبقى فيه بيننا أمان. نكملين مع بعض. ما فيش حاجة اسمعها بكراهك. نقعد إيه أنا هستفزها وأقول لها أنا بكراهك. أو أنا هستفز وريره إن أنا زهقت منه فأنا بكراهك. لكن ممكن يستعودها بمثلا أنا زعلن منك في كذا. يعني بدل بكراهك. أنا ده بيدايقني كذا. أنا ده بيدايقني. يعرفة هي بنستبدل شوية مفردات. وأنا دايما نقول إيه استطعموا الكلمة قبل ما اتطلعوها. يعني دقوها بقوله. أسفل الخناءات ما بنعرفش نفرق. يبقى فيه مشكلة في الأنجل كونترول. يعني إحنا لازم إن إحنا نغو السيشن لده. إذن أتحكم في غضا بوقت الزعل. ما أسيبش نفسي كده. أصلاً أنا ده بس هيبقى مع أمراضي. هيبقى مع أهلي. ممكن بقت الشغل كمانا. مع أهلي. مش هيبقى فيها بقى حتة قدام أولادي. حتى أنا محترم أهلي في الشغل. مع أولادي. مع أجليني. أنا ماشي أتخانق مع الناس كلها. لازم أتحكم فيها دي. فيه مفردات سلبية كثير. إحنا منستعملها. اللي هي مثلاً إيه مقاونات بناس تانية. شوف فلانا عملت. شوف فلانا عمل لها. الكلام ده كله. ومقاونات بخاطبها. بخاطبته. الكلام ده ما يتقلش. فإنت خلت بنت عمتي. ما يتقلش. ما فيش الكلام ده. ده بيخلي الراجل حسن. مهما يدي أو الست مهما تعمل. هو فيه مقاونات وهي مش عجباء. وهو مش عجبها. ده بنستعمله عادي الكلام ده. يعني دايماً تلاقي أي علاقة فيها الكلام ده. وده حالك بتقولي أنه ما ينفعش. ما ينفعش خالص. ما ينفعش خالص. ستات كثير بقى. يعني. للأسف بيستعمل كلمة بتهد الراجل خالص. وأنا شايفة أن دي ما بيخفرش فيها بسهولة. أصلاً أنت مش راجل. لو راجل أعمل كذا. يا جماعة. يعني الكيان ده ما ينفعش. الإيجو بتاع الراجل ما ينفعش أهده تحت أي ظروب الكلمة دي. وحتى الست على فكرة. ما ده بيقولها أنت فكرة نفسك ست. يعني ما ينفعش. الكيان بتاع الراجل أو الست. كرامتهم. إحساسهم بأهميته. الراجل عنده إيجو أكتر. وست يعني لازم تشبعره الإيجو ده. ده ما يمنعش إن الست عنده. إحساس إنها عايزة كمان هي كمان تحس بقونه ستها وإنها ست. وإنها أحسن وحية فعالين وإنها بيحبها. فما يجيش بعضها وقول لها أنت فكرة نفسك ست فوستات. هو فكرة إنه بيقول لها كده مثلا إيه هيحرقها في أنها تقبلها. هيديها حافظ إنها تبقى أحسن. إنها أحسن إنها تخص الكلام ده. نيجي للخصصين دي برضو كارثة تانية. ما ينفعش تقول لك بص منظرك بص بطنك بص شعرك بص هو نفس الكلام فيه. رجالة بيقوله كده. هو ليه إحنا ما نستبدلهاش بمفردات أحلى. اللي هي بقى. اللي ساعدينها كده. أه ما إحنا لأ يعني في موقف زي ده مثلا ليه ما يقول لهاش مثلا إيه عارفة إن أنت دايب أحلى عليكي وإنتي نازلة كم كيلو. فاهماني أو يجيب لها حاجة يقول لها عشان لو نزلت كم كيلو تلبسيها تبقى شكلها أحلى عليكي. لما كنا بتلبسي كده وإحنا مخطوبين كان بلاش بقى الكلام إن أنا بحب شكلك كده. أنت شكلك بقى أبخين أنا بكذف منك أنا كلام ده مش هتمحي من ذكرتها ونفس الكلام. يعني في زتات بلتتعمل. أو أنه يعلق على واحدة شكلها عجبية أكتر قدام راتو مثلا. بصي أنا بشوف أنهم قاعدين بتفراجع تلفزيون مثلا وجيه واحدة شكلها حلو الواحد شكله حلو. يعني يعني يبيني إن عندك ساقب نفسك مفاش حاجة ما أنت تهزاري وتقولي يعني حاجة زي كده ده شيء عادي. ده بيبقى لازم يعني استدت عندها شوية سلف كونفدنس بنفسها قدام جوزة. لكن أنا بتكلم على اللي هو عايز يوجه رسالة إن هي لازم تخسي فيقوم إليها بإهانة. نشتب بس تقولي الناس إنها الكلام ده ما بيتشلش من جول. أنا عايزة حضرتك بقى تكلميهم على طول وتقولي لهم رشدتة يعني في الثلاثين ثانية كده. تقولي رشدتة للناس إزاي العلاقة ولازم نتعامل. إيه اللي نقوله إيه اللي ما نقوله. بزفت. طب إحنا قلنا حالت كتير بقى اللي ما تتقلش. من غير ما قطعك بقى ديكي 30 ثانية كاملة تديني رشدتة. نقوله وقلنا حالت كتير أوي ما تتقلش وقلنا بلاش نجيب سيرة الأهل. ممنوع ما نعم بتنسير للأهل خط أحمد أو مثلاً ما أنت زي باباك زي ممتك. كلام ده كله إحنا عايزين نمنعه بتاتاً. بلاش نقول حاجة على المهنة أو الوظيفة ممنوع. أنت فاكي نفسك بتشتغل إيه أو أنت شغلانتك دي كذا شوف لك حاجة أحسن. كلام ده بالنسبة للست برضو. نقول إيه بقى. نتجي نقول إيه عشان وقت دايق. تريعاً آه. والحلقة الجاية تكمللنا حاجة تانية. لو كنتوا بتقولوه وقت الخطوبة قلوه. أنتوا تخضبتوا بتحبوا بعض عشان بتقولوا بعض الكلام ده. كملوا قلوه. لازم يفضل يتقال. لازم ننزل بعض أحب الأساملينة. لازم أنتوا اللي تسمعوها من بعض. لازم فيه اعتذار صريح. ما بيش حاجة ما تزعليش. أنا ما كانش قصدي. ما عليش خليها اعتذار. أنا آسف وانا آسف. عشان حتى تبقى ثقيلة. إن احنا مش سهلة إن احنا نزعها لبعض. مفرد هذا الحب. لازم نفضل نقوم في شخص. تبين للشخص قديهم مهم في حياتنا كل يوم. وبقول خلينا قفاش حاجة. لما أربع مرات في اليوم أصحب صبح. قدي المرات يبوسع أو تديني يبوسع. روشتة هي جماعة. انتوا خدوها بقى جرين لايت. كل راجل يروح يبوس مراته كل يوم الصف. قبل ما ننام. مهمة قبل. حتى لو متخصموا. طبعا. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا منتظرين حضرتك جلنا وتشرفينا كذا مرة. علشان فعلا نصلح علاقاتنا الأسرية بكل اللي حوالينا في الأسرة. دكتورة غادة حشمت خبيرة العلاقات الإنسانية والاجتماعية. الحقيقة سعيدت جدا بحلقة النهاردة.